موسيقى 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 تكلمتي عن الموضوع دي الرقمانات الباكالوريا احنا في الحقيقة هاد الوثيقة دي الباكالوريا منتي يكون نتائج والنتائج غير تم الإعلان عليها يوم 19 يونيو منتي يكون نتائج هاد التلاميط يبغي يتوصلوا بالورقة بالباكالوريا ديالهم في المدة اللي يقيلة لان هاد الورقة هي اللي ستساعدهم باش الملفات ديالهم لفتاخ الوطن او خارج خارج المغرب وهذا تيجعل بان هاد العملية إلا بغنا ننقص من الوقت الزماني اللي هو ضروري باش نعطوهم نسلمهم هاد الوثائق رغم يمكنش كانش حال دي كان على الصعيد الجيهاوي بعض المدارة تدوزوا تلت يام او او اربع ايام هما غيت يوقعوا كلينا عطيكم مثال ديال الدار البيضاء اللي كانت خسو يوقع على ستين الاف تستاسيون في تلت يام او اربع ايام وهذا تيجعل بان واحد الوقت واحد المدة اللي هي ما يمكنش ننقصوا منها هاد العملية اولا غت ساعدنا باش ننقصوا من 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 الاجال ديال تسليم هاد الوثائق تانيا غت ساعدنا ايضا باش ننقصوا من الان كانت ديال تزوير هاد الوثائق هاد الوثائق هي وثائق اللي غات الاوراق هي من اوراق اللي هي غتكون من بنك المغرب اللي هي غتكون عالصاعد عالصاعد الجيهوي غادي يكون فيهم واحد الكويرر كود اللي تي ضمن كل المعلومات وفيهم من طبيعة الحال هاد ما تيتم لما كان الوثائق ديال هاد الاتستاسيون تيتكون تمت المراقبة ديال اللائحة ديال الناجحين وتم المصادقة على هاد اللائحة وهذا مانوال هاد ماشي ماشي إلكترونيك ولكن بعد هاد المصادقة سيخرجو تيخرج الاتستاسيون تتخرج اتخارج اتخارج السيستام ديال الوثائق هنخليو الطابع ديال الاكاديمية اللي هو الطابع الطابع العادي ديال الاكاديمية دوك اللي تنغيروه هو غي ما تكونش سيناتور سيناتور مانوال هاد غادي ساعدنا باش هاد الوثيقة بعد احيان بعض الجامعات تطلب من الطلبة باش ي بان يديروا كوبي سيرتيفي كنفرم ويراقبو وشنو هي الوثنتيسيتي دابا في المستقبل هاد العملية كلها تتم عن بعد كل جامعة لا في المغرب ولا خارج المغرب كلا تدخل واحد المنصة اللي تدخل معطيات وهذا المنصة تدخل لها واش هاد الوثيقة كينا ولا ما كيناش اضافة على هادا تا ال النتائج ديال باكالوريا النتائج حسب المواد تا هي غاد تكون وثيقة اللي هي مضمونها ذا ما كن تنضمنوا الوثنتيسيتي ديالها اذا هادا فالحقيقة سيسهل على واحد العدد ديال طلبة اللي هما ناجحين فهدا هاد الاسميسو واحد العدد ديال العمليات اللي كانو تقوم بها التي هي بالجما كن واتت تطلب إجراءات اللي هي معقدة بعض الاحيان واتطلب الوقت دق هذا هذا اللي هو جديد فهدا فهدا العملية ونحن لنا أعمال بأن نحن دبا اليوم أن تبقى على الباك ولكن في المستقبل يمكن تبقى على المستويات أخرى. هناك أسئلة التي هي متعلقة بالنظام الأساسي لمهان التربية والتكوين. أنا يمكن أن أكد لكم أن نعمل كل أسبوع لقاءات تقنية لتتم بصفة منتظمة. أرى هذه المراجعة للنظام الأساسي الموجود في عشرين عام لتوضع. سنراجعه بطريقة كاملة. وهذا يعني نحن التزمنا لتنزيل هذه المراجعة بطريقة مع النقابات. ولهذا تكون اجتماعات منتظمة. نحن عندنا الهدف هو باش نكملوا هاد الاجتماعات ونخرجوا بالنتائج قبل شهر في آخر. قبل آخر شهر اليوليوز. أخدا بعنا الاعتبار بأن التزام للحكومة هو التطبيق للهذا النظام الأساسي الجديد الموحد يتم في الدخول في بداية السنة الدراسية المقبلة. أي في في سبتمبر. ثم هناك سؤال حول الجامعة الوطنية للتعليم. هي جامعة من طبعا الحال من سنكون نقاش الحوار الاجتماعي المنظم العادي. هي طرف هاد الحوار. ولكن اليوم هاد اللقاءات اللي تتم هي لتنزيل واحد واحد الاتفاق. اللي تم بداية نينيار. ليحدد مبادئ. ونحن نعمل على كيف هاد المبادئ سنترجموها للمراسم وقرارات. ترجم هذه المبادئ إلى مراسم وقرارات إلا ما كناش متفقين على المبادئ. حيث موقعناش هاد الموقعش هاد هاد الوثيقة. الاجتماعات. أنتم ما يمكن لكم تصوروا ديك ساعة كيفاش عمريا. يمكن يتم واحد الاجتماع. إلا ما متفقش على المبادئ. وحنا تنشتغلوا على التنزيل. لهذا احنا تنعتبر هاد مرحلة. مرحلة لتنشغلوا مع كل النقابات اللي هي وقعتها لهذا الاتفاق. في عمليات التنزيل. وهذا متمناش من طبيعة الحال بأن الحوار الاجتماعي المنظم. يمكن له يتم مع كل أطراف اللي هي عندها تمتيلية في هاد في هاد القطع. وشكراً. أولاً شكراً على هاد الأسئلة. أريد أن نرجع للنقطة اللي هي مرتبطة بتعميم الأمازيغية. نحن في الحقيقة حددنا وحد خارطة الطريق في هدف هاد التعميم. اليوم عنا تقرباً آلف وستمائة وستين مؤسسة تعليمية. في الابتدائي اللي فيها تعليم بالأمازيغية. وهذا تهم تقرباً واحد تلتمية وثلاثين آلف تلميذ. نحن بغينا في أفوق ألف وثلاثين. 12 ألف مؤسسة يكون فيها تدريس اللغة الأمازيغية. وهذا تهم تقرباً أربعة مليون ديل التلاميذ. وهذا تهم بأن كيفاش واحد. وحاولنا نديروا واحد المسار باش كيفاش نوصلوا لهذا الهدف. باش ما بقاش غي. واعتبرنا حدنا باش في الفين وستة وعشرين. نكونوا في نصف طرق. وهذا يعني. أولاً غن نوسع هاد هاد شبكة دي المؤسسات اللي هي فيها تدريس الأمازيغية. انطلاقاً من الدخول المدراسي المقبل. غن نرفعه من عدد الأساسي ده. المعلمين. فيهم معلمين مختصين. وفيهم معلمين اللي هما عندهم مجدوج اللغات. عدد المعلمين المختصين. احنا عندنا واحد الواتيرة. ديال كنا في مائتين معلم مختص في السنة. فتنا ارجعنا اليوم الاربعمية. وغن نستمرو في هاد المستوى ديالاربعمية. معلم مختص كل سنة. فبنسبة العدد ديال المعلمين اللي هما مجدوجين. غن نمرو كنا في الحقيقة عندنا واحد العدد اللي هو قليل. وغن نبدأو تقربا عنا. الف وخمسمائة الى الفين. معلم. بتكوين مزداويش. اللي غادي تم. توظيف ديرو. في السنة. وهذا غادي ساعدنا. باش نوصلوا لهذا الاهداف. هي مرقمة. واللي الهدف عنا هو باش يكون القياس كل سنة. شنو هو تقدم. وشنو هو توسيع هاد هاد الشبكة ديال المؤسسات التعليمية اللي فيها تدريس الامازيغية. لا تنسوا أن تابنوا معنا في شين يوتيوب. وبركات المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا ستيرو جدا.